اشتركوا في القناة ولو انني منتمن لحركة توحيد الاصلاح ومسؤول فيها وهذه هي الوحيدة بالاضافة الى الاتحاد العالمي لكن انا لا اتحدث لا باسم حركة توحيد الاصلاح ولا باسم الاتحاد العالمي انما اتحدث بحقي في التفكير وحقي في التعبير وايضا حقي في ان اصيب واخطئ لانه اذا كنا نشترط على اي عالم او مفكر او اي شخص لا يخطئ فمعنى عليه ان يسكت وان يلغي النطق من حياته فاذا نحن لا بد ان نحتفظ لكل واحدين بحقه في ان يخطئ لكن لا نحتفظ لأحدين بحقه في ان يظلم او في ان يسيء القصد فما دام هناك حسن القصد هو البحث عن الحق والصواب فلا بأس من الخطأ ولا بد من الخطأ في الاراء هذا اولا وثانيا عندنا مسألة معمقة في الشريعة في اصول الفقه ومقاصد الشريعة وهي اننا نفرق بين الاحكام القدرية والاحكام الشريعية وبعض العلماء قديما يفرقون في ارادة الله تعالى بين الارادة الشريعية والارادة القدرية او التكوينية ارادة تكليفية والارادة التكوينية انا حينما اتحدث ولازلت متمسكا بما قلته حين اتحدث عن الارتياح لتنحية يوم نحية الارتياح كان عمره بضعة ايام وبعد ذلك اخذت الامور مجرى اخر فالارتياح كان متعلقا بمجرد تنحية الدكتور محمد مرسي حفظه الله والاخوان المسلمين من سدة الرئاسة والمسؤولية هذا ارتياح ليست شريعيا وليست كليفيا وانما هو ارتياح قدري ارى ان اقدار الله تعالى ازاحت مرسي ولو ان العمل في حديدته من ناحية شريعية جريمة بدون شك وبلا تردد لكن اراد الله تعالى ان يعفى هذا الرجل الذي اقحم اقحاما في الرئاسة والاخوان انفسهم اقحمتهم قيادتهم اقحاما في غير محله وفي غير وقته وبغير شروطه وتركوا رسالتهم الكبيرة وتركوا ميادينهم الحقيقية التي هي مدن مصر وقراها ومحافظاتها واصبحوا لا هم لهم الا التحرير ورابعة وكرسي الرئاسة والانتخابات فاضاعوا فرصة ذهبية لثورة 25 يناير وهي فرصة الحرية اضاعوها وذهبوا يلهتون ويجرون وراء الصراع السياسي وازدحموا في مربع العمل السياسي ووصلوا الى الرئاسة وقد نصحهم كثيرون في المشرق والمغرب ومن داخل مصر ومن خارجها ومنهم الشيخ القرضاوي ان لا يرشحوا والشيخ القرضاوي نفسه كان مؤيدا لعبد المنعم ابو الفتوح فلكنهم صموا آدانهم عن كل هذا وذهبوا يجرون وراء كرسي الرئاسة واخذوا كرسي الرئاسة الذي لا يعني شيئا ولا يعني سوى الفشل وبالنسبة الي ان يزاحوا خير من ان يفشلوا لانه لن يحكم عمليا لن يحكم عمليا كنت اعرف انه لا يحكم هنا يدخلوا التشريعي والقادري من حقهم تماما ومن حق اي مرشح اخر ومن حق البرادعي ومن حق اي واحد ان يكون رئيسا اذا انتخابه الشعب وعلى الشعبي ان يسمع ويطيع هذا النظري هذا الفقه الفقه الاسلامي والفقه الدستوري كله يقول هذا لكن الواقع يقول شيئا اخر الواقع يقول مستحيل على مرسي ان يحكم الواقع الذي انكرهه ولكنه هو الواقع والامر الاخر من موقعه من موقعه كرئيس من موقعهم كجماعة كحزب يحكم من موقعهم لا لو كان في امريكا سيحكم لا سيغيرون يعني الدولة طبيعتها لا لن يتركوهم ليس بيدهم شيء نحن كنا امام التجربة المصرية والتجربة السورية واعفوا ان تجربة المصرية وفي تونس الاخوة كانوا يقولون الوزير ورئيس الحكومة الاول والثاني الذين تولى رئاسة الحكومة محمد اجبالي وعلي العريض يصدرون قرارات ولا صدى لها ولا تصل من تونس الى القيروان لمدة ثلاثة اشهر ويختفي القرار ولا ينفذ والشرطة ضدك والقضاء ضدك هذا هذا واقع يجب تغييره تدريجيا كان الاخوان المسلمون كما قلت مرارا النظام المصري الحديث منذ الاربعينيات منذ ملكية فاروق الى انقلاب عبد الناصر الى الان ينشأ كل موظف في الدولة وفي الامن وفي الجيش على كراهية الاخوان ومحاربة الاخوان فاذا الدولة معبئة على هذا هذه عقيدتها وهذه ثقافتها وهذه ممارستها فاذا يجب أن تعرف هذا يجب أن يعرفوا هذا حينما دخلوا صحيح كنا نعارض أن يتولوا الرئاسة ويتولوا كل شؤون الدولة ولكن كنا نقول لعل لهم أثرا وصدا في الجيش وفي الأمن سيهب هؤلاء الضباط الشرفاء في الأمن وفي الجيش ويتعاون معهم ويهب القضاة الشرفاء لكن هؤلاء ذابوا واختفوا ولم نجد لهم أثرا ولم نجد لهم صدا فوجدنا القضاة كلهم إلا من لا صوت له ولا أثر له ضد الإخوان وضد مرسي والمحكمة العليا والدستورية وهذه الجوقة كلها ضد مرسي والجيش كله ضد مرسي الجيش أهني الضباط والأمن كله والداخلية كلها والاقتصاديون والأقباط والإعلاميون كلهم ضد مرسي فإذا ماذا سيفعله مرسي لا بد أن أكون مرتاحا إذا أزيح من هذه المسؤوليات التي هي فوق طاقته بدل أن يحاسب عليها يوم القيامة وبدل أن يقال بعد خمس سنوات إن الإسلاميين فشلوا تماما بدل هذا أن يتنحوا وأن يبدأوا طريقهم الصحيح وهو الدخول شيئا فشيئا أولا الجماعة الآن في إزمة حقيقية وتشتت في الآراء ولكن صفة عامة القيادات الرسمية والقيادات العليا في الجماعة ليسوا مستعدين للأسف لهذا هم مدعوون للقيام بنقد علمي ومراجعات علمية وتقييم علمي موضوعي لتجربتهم وللقيام بما يتطلبه هذه المراجعة وهذه العملية النقدية بكل ما يتطلبه بدون تردد حتى لو كانت قضايا جدرية وقضايا قديمة ومواقف تعتبر ثابتة أنا أقول لهم الثوابت هي ثوابت القرآن وهي الثوابت القطعية في العقل البشري وفي التجربة البشرية وكل ما سوى ذلك فهو آثار وأغلال في أعناقكم عليكم أن تتحرروا منها سواء لإخوة المسلمون أو غيرهم فكرة الثوابت مصيبة فكرة الثوابت التنظيمية والسياسية مصيبة توابت تقررها أنت ثم تصبح أغلالا في أعناقك كل شيء يراجع إلا قطعيات الدين وما تشهد به العقل البشرية الإخوة المسلمون لحد الآن لا أرى أنهم مستعدون لا أرى أنهم قادرون أيضا ولكن مع ذلك لا أمل لهم ولا لنا ولا لنا لأن الإخوان يضرنا ما يضرهم وينعكس علينا شيئنا أم أبينا لا أمل لنا لحد الآن في أن توجد هذه الخطوة الشجاعة لمراجعات شجاعة لإحداث أي تغيير يظهر أنه مع العلم عليهم أيضا أن يستمعوا وأنا أستمع حتى للإخوان المسلمين في الأردن وفي الخليج وفي دول عديدة ويقولون الإخوان المصريون تحديدا لا يستمعون لأحد ويعتبرون أنفسهم بالنسبة للإخوان وللحركة الإسلامية هم المرجعية العليا والقيادة العليا والفكر الأعلى لذلك لا يسمعون هذه مشكلة يقررها كثير من الإخوان المسلمين في دول أخرى وسمعتها حتى قبل أيام قليلة من داعي كبير وقياد كبير في الإخوان لكنه غير مصري ذكر حتى قال لكن الإخوان المصريين هؤلاء لا يحتاجون إلى ما ما نقوله ولا يستمعون إليه فإذا الآن الأمل مازال ضعيف ولكنه أمر حتمي لإنقاذ الجماعة ولخدمة الحركة الإسلامية والإسلام في الحقيقة كما أذكر مرارا أول ما تعلمه بن آدم بل آدم نفسه هو الكلمات وعلم آدم الأسماء كلها لماذا علم الأسماء كلها حتى لا تختلط الأشياء وحتى يسمى كل شيء باسمه أنا يمكن أن كان ممكن أن أعبر بلغة معروفة عند السياسيين وحتى عند الإسلاميين وأتحدث بلغة دبلوماسية ولغة لا تفيد شيئا في النهاية ولغة تطمس المعاني أكثر مما تبرزها ولكن مشكلة هذه كثيرا في كثير من المواطن وأعبر بالعبارة التي أرىها هي التي تؤدي المعنى وإذا حدت عنها أديت معنا آخر ملتبسا فلذلك لا بد أن نسمي الأشياء بإسمائها حقيقية وبصدق وأنا في الحوار نفسه الذي أجرته معي أسبوعية الأيام في هذا الحوار الذي أتار هذا الجدل مثلا قلت عن حركتنا إنها فاشلة إعلاميا وقلت في الحوار نفسه إن الإخوة هذه الكلمات يجدونها خشنة وغير لائقة ويعبرون بتعبير آخر أن نسبة النجاح كذا وإلى آخره لأن أقول هذا اسمه الفشل وإذا أردت أن أعبر عن المعنى الحقيقي فهو الفشل ولسا عندي عبارة أخرى وإذا عبرت بعبارة أخرى معناها عبرت بنصف الحقيقة أو الشبه الحقيقة أو إلى آخره فأنا عبرت عن ما في نفسي يوم أزيح الدكتور محمد مرسي أخونا وحبيبنا الذي نرجو له كل خير وفضل في الدنيا والآخرة أحسست بالارتياح وقلت هذا في بعض المجالس آنذاك آنذاك قبل أن تبدأ الدماء وتبدأ قضية مزارة رابعة وغيرها وغيرها مجرد إزاحة مرسي لا أقل ولا أكتر لا أزيد نقطة ولا فاصلة إزاحة مرسي وضمنه إزاحة الإخوان من رئاسة الجمهورية في مصر أحسست بالارتياح لأنه أصلا كنت معارضا له فكيف لا أرتاح وأنا أصلا كنت معارضا له وأراه مسارا خطأا جسيما فإذا قلت الآن الإخوان يعودون إلى رسالتهم وإلى ميادينهم والدكتور مرسي عفاه الله عفاه الله من هذا العب الثقي الذي أقحم فيه فأحسست بهذا الارتياح وعبرت عنه الآن فقط لا أنا إذا أردت أنا تحدث بالفقه وبالشريعة وبالدستور وبالديمقراطية فطبعا أنا أرفض رفضا مطلقا أبديا أن يمس مرسي وأن يزاح ولو قبل يوم واحد من إتمام رئاسته وهذا كتبته وشرحته وجادلت دونه في كثير من المقالات والتصريحات والحوارات لكن أنا أقول إن انتخاب مرسي وهو انتخاب لا غبار عليه انتخاب شرعي ورأي الشرعي يجب أن يطاع ولكن من سيطيعه أنا مستعد أن أطيعه لو كنت في مصر حتى ولو أني لست مصريا لو كنت في مصر أنا أطيعه ولو كلفني بشيء لقمت به ولناصرته لكن الذين بأيديهم الأمور الذين بأيديهم الحل والعقد في الدولة المصرية لن يطيعه ويكيدون له وهو يعرف هذا وهو عاجز كان يعرف هذا وهو عاجز وإذا عرفه مصيبة وإذا لم يعرفه فالمصيبة أعظمه من سيطيع مرسي إذن هذه رئاسة مستحيلة أنا استرحت لأجل أنه تخلص من رئاسة مستحيلة ومن منصب مستحيل منصب سيبقى شكلي إلى أن يزيله سنة أو سنتين أو ثلاث مستحيل أن ينجح فهذا هو سبب الارتياح وإلا من ناحية الفقهية وكذا وأنا سخصيا أنا مرتاح جدا أيضا لأنني كتبت مقالات عديدة ضد الإنقلاب والإخوان روجوها وأتمدوا عليها ووجدوا فيها ما وجدوه فإذا الموقف من الإنقلاب سواء المصري أو غير المصري مسألة لا التباسة فيها طبعا معرفتي بالإخوان المسلمين هيئة وفكرا وأشخاص قديمة ومن خلال هذه العلاقة ومن خلال المتابعة عن بعد وعن قرب تكونت لدي ملاحظات ومآخذ على جماعة الإخوان المسلمين وكنت أذكرها في لقاءات خاصة فرضية وفي مناسبات عديدة واجتماعات وعلى هامش بعض الأنشطة وفي السنوات الأخيرة تزايدت حدة هذه الملاحظات والمآخذ نفسها تزايدت والأخطاء ظهرت بشكل أكبر منذ ثورة 25 يناير وتدبير هذه المرحلة إلى الآن ثم كان هذا اللقاء الذي شاركت فيه فعلا وهو محاولة الصلح بين الطرفي النزاع حول تدبير المرحلة وحول تسيير الجماعة وحول قيادتها وكان طبعا في منزل شيخنا العلامة القرضاوي وبمبادرة منه هذه المحاولة التي قمنا بها جميعا وكنت أنا واحدا ممن شاركوا فيها للأسف عززت عندي ما كنت ألاحظه من آفات وملاحظات ومؤاخذات وفشلها أو ما يشبه الفشل الذي انتهت إليه أيضا أكد لي أنه ليس هناك أمل واضح يعولوا عليه وأن الجماعة بقيادتها الرسمية التاريخية متمسكة بكل الاختيارات التي نعتبرها أنا وغيري أخطاء واختلالات تنظيمية وفكرية وسياسية ولكن هم متمسكون بها ومقتنعون بها ومقتنعون بأن كل ما يقع إنما هو ابتلاء معتاد كما يبتل الأنبياء وغيرهم وستمر كما مرت محن أخرى ولا يريدون أن يلتفتوا إلى مخلفات هذه الأخطاء وهذه الإشكالات وهذه الآفات فإذا تعزز تعزز عندي فعلا هذه التجربة التي خدتها تعززت عندي ما كان ما كنت أقوله من ما أخذ وعززت عندي أنه لا ينتظر شيء فإذا لذلك بدأت الآن أعبر الرأي بصوت مرتفع بعدما كنا لسنين طويلة نعبر عن ذلك في مجالس خاصة وفي لقاءات خاصة وهمسا وإشارة ففعلا محاولة المصالحة وما انتهت إليه وما بيّنته لي فعلا عززت عندي الاقتناع بوجوب أن نقول ما ينبغي أن يقال لا أنا لا لا أفكر في الوقت ولم أفكر في الوقت جاءني حوار وجاءت الأسئلة فأجبت ولكن كان الاقتناع عندي قد استقر أنه ينبغي أن نتجاوز هذا التناصح المحدود والضيق لأنه لا يجدي ولأنه يبقى عند أفراد معدودين يتجاهلونه أو ربما لا يستطيعون أن يفعلوا شيء أو لا يقتنعون به فإذن أصبح عندي اقتناع الآن وقبل سنة أو أكثر أنه لا بد أن يتحدث الناس الذين يعرفون هذه الإشكالات لأن جماعة الإخوة المسلمين أخطاؤها وإنجازاتها ونجاحاتها وكلها تنعكس على العالم الإسلامي كله فلذلك أصبح من الواجب إبداء النصح علانية وأنه يصبح نقاشا عاما للمسلمين لعلمائهم ومفكرهم وللحركة الإسلامية ولصفوف الإخوان شبابا وبجميع فئاتهم فلذلك جاءت المناسبة وكان السؤال وكان الجواب أنا لم أخترت توقيت لكن أصبحت مستعدا للكلام شكرا